اللغات الأخرى قل ما نجد هناك توافق ما بين المكتوب والمنطوق وهذه المسألة تتجلى في اللغة الإنجليزية كما لم تتجلى في اللغات الأخرى يعني في اللغة الإنجليزية المكون معجمها من أكثر من 600 ألف مفرداء لا تجد مفردة واحدة تكتب كما تنطق أقول مفردة واحدة تكتب كما تنطق نأخذ كلمة بسيطة زي is تكتب is لكن هل أنت قلت is أم قلت is قلت is طيب ألا يوجد حرف z في اللغة الإنجليزية بلى بس ما يعضعونها تبق ليه وهذه المسألة تطبيق على كل مفردات اللغة الإنجليزية لا توجد كلمة لأن أصلا العلاقة ما بين المنطوق فيها ما بين أصوات الحروف ما بين أصوات الحروف وتجليات الصوتية في المكتوب مختلفة جدا وقد نجد الحرف يمثل بأكثر من صوت ونجد الصوت يمثل أكثر من حرف ودي ظاهرة أو هذه الفوضلات توجد في اللغة العربية فبسوط ال-s قد يعني ينطق سه وقد ينطق زه وقد ينطق شأ حزاب إذا دخل مع كلمة وقد لا ينطق إطلاقا في كثير من الأحيان هذه الفوضلات توجد في اللغة العربية الفوضل الخمسة ال-A وال-E وال-O وال-U وال-I قبلها خمسة أصوات لديها 24 نطق تنطق عندها 24 sound realization يعني لها تمثلات صوتية بأكثر من 24 صورة يعني خمسة خمسة تطلع 24 تطلع 24 صوت مختلف وليست ثمة قاعدة تحكم هذا التنوع وهذا التباين في نطق الصوت الواحد كما أن الصوت الواحد لا يحكم أي ظاهرة يعني يمكن أن ينطق هكذا يعني وفي اللغة الإنجليزية نجد كثير من الأصوات يقول ده silent هذا الذي نسمعه إلى أساتذاتنا ما لها قاعدة نعم لا ما لها قاعدة هكذا صوت silent خلاص silent لا ننطقه طيب وأصلا إذا لا ننطقه لماذا نكتبه بالأصل طبعا هذه لها قصة كثير من الناس لا يعرفونها نحن نعرف أنه في القرن الرابع عشر تماما في اللغة الإنجليزية حدث ما يسمى بالsound great vowel shift great vowel shift أن الأصوات الصائتة كما يسمونها قد تبدلت في هذا القرن تبدلا رئيسيا زي ما ذكرنا في name اللي كانت تنطق نعم أصبحت name يعني وكثير من الفاول تبدلت وكثير من الأصوات ألغيت بالكلية يعني لكن الشي المؤسف ظلت اللغة تكتب كما كانت تنطق قبل القرن الرابع عشر والأسوأ من هذا كله أنه يعني اللغة الإنجليزية حتى القرن الثاني عشر لم يكن لها طريقة مكتوبة يعني لم يكن لها حروف أبجدية أصلا كانت لغة متحدثة لغة رعاه ولغة زراع يعني في أحسن حالاتهم يعني الأمة كانت أمة شفوية أمة أمية فبعد القرن الثاني عشر يعني وظهرت القومية الإنجليزية بعد ذاك أرادوا أن يكتبوا لغتهم لم يجد في برطانيا من له القدرة على كتابة هذه اللغة فاستعانوا بالهولنديين واستعانوا بغيره من الشعوب الأوروبية المتنورة قليلا فكتبوا لهم لغتهم أنا أذكر هذه النقطة أنه إذا نحن العرب أردنا من أحد إخواننا من الباكستان أن يكتب لنا العربية أوه مشكلة هذا هو الحدث في اللغة الإنجليزية تماما يعني فحينما كتبها الأعاجم بالنسبة للغة لهم فجاءت الكتابة مخالفة تماما لما هو منطوق ثم جاء الجريد فاول شفت أو التحول الصوت العظيم وأضاف إليها إضافات ثم أخذت اللغة الإنجليزية من لغات متعددة جدا أخذت مفردات وجاءت هذه المفردات بالطريقة التي تكتب بها في أصولها التي أخذت منها فظلت الهو ما بين المكتوب والمنطوق عظيمة جدا بحيث أن لا توجد الآن كلمة في اللغة الإنجليزية تكتب كما تطق ترجمة نانسي قنقر